الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية استبل الخيول في المنام ما تنسنش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير رؤية استبل الخيول في المنام دليل على العائلة والاستقرار الذي يعيش فيه الرأي في المنام تدل رؤية استبل الخيول على الزرية الصالحة التي يرزق بها صاحب الرؤية رؤية استبل الخيل في المنام إشارة على الأمن والأمان الذي يملئان حياة صاحب الرؤية وأنه يعيش حياة هادئة وأمينة استبل الخيل عند رؤيته في المنام دليل على نجاح المشروع والعمل الذي يدخل فيه صاحب الرؤية وتدر عليه بالأرباح والخير الوفير الفترة القادمة والله أعلم عندما يرى الشخص في منامه استبل الخيول فارغا دليل أن هذا الشخص يعيش في وحده وفراغ كبير وأنه يعاني من ضيق في الرزق والمال والله أعلم عندما ترى الفتاه العزباء فرس الماء في المنام إشارة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها صاحبة الرؤية في منام الفتاه العزباء فرس الماء يدل على عدم توفيقها في إتمام عمل أو مشروع تجاري تقوم به والله أعلم رؤية الخيل في البحر في المنام إشارة على أمر كان يتمناه الرأي ولكنه لن يتم والله سبحانه وتعالى سوف يعوده خيرا عن ذلك عندما يرى الشب الأعزب الفرس الماء في المنام إشارة إلى الأخلاق السيئة للشخص وأنه كذاب ومنافقة في المنام تدل رؤية الفرس الفارس الرجل يعني اللي عمل نفسه فارس الفارس يركب على الحصان إشارة إلى المشروع الناجح الذي يقوم به الرأي والتخطيط والتحضير له والله أعلم عندما يرى الشخص أن حصان يهجم على الشخص ويدهسه دليل على خطر كبير وشدة قد تصيبه والله أعلم في المنام تدل رؤية هجوم الحصان في المنام على الخلافات والمشاكل التي قد تحدث في عمل الرأي أو بين أفراد عائلته والله أعلم رؤية هجوم الحصان على شخص في المنام دليل على مروره بضائقة مالية ونفسية وعدم شعور الرأي بالراحة والاستقرار والله أعلم رؤية الشخص بأنه ينجو من هجوم الحصان في المنام إشارة على النصر وانفراج الهموم انفراج هموم الرأي وتخلصه من مشاكله والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته